من ضمن حقوق الله على العبادة الاستحياء من الله لدرجة أنه واحد جي سأل للنبي قال له يا رسول الله عورتنا العورة بتاعتنا ما ندع منها وما نذر عزك من النسطر إيه نغطي إيه ونكشف إيه فقال له ما بين السرة إلى الركبة الراجل ده الراجل اللي بتكلم فالراجل قال له أرأيت إن كنت وحدي يا رسول الله أنا الوحدي في بيتي وغد رحتي أقلع وألبس مع نفسي يعني حتى لو قفد على نفس الأوضة النبي قال له كلمة يا فندم يا سلام قال له فالله أحق أن يستحيا منه فالله أحق واحد ممكن يقول لك ما فيش مشكلة خالص يقفل على نفس الأوضة أو تقفل على نفسها وضطها وتأخذ راحتها أو يأخذ راحته ما في مشكلة بس في حياء من الله رقم واحد رقم اتنين في ملائكة بتشاهد رقم تلاتة في إخوانكم من الجن حواليكم ولذلك من الذكر يا فندم المحبب لما الواحد يخلع مع لابسه حتى في التولد أو الحمام أو يجي يغد دش أو يغتسل من السنة أن الذكر ده تقوليه تقوليه قبل ما تخش الحمام عشان استحيا من الله أو أقوله في سري بعد ما أقلع جوه أعمل إيه أولا بقلع في قضة نمي مثلا سيدنا النبي علمنا ذكر قال إيه ساتروا ما بينكم وبين أعيون الجن ربنا يعمل جن عنك تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو أي حد عزكم الله يتكشف راجل أو ست كبير أو صغير بسم الله الذي لا إله إلا هو يقوم ربنا يعمل إيه؟ يعمل حاجز وحجاب وساتر بينك وبين الجن ما شوفوكش كأنك أنت مش موجود إنما لو ما قلتش يا فندم خلاص هم بتفرجوا عليك شخص بك كل دي من أمور التحصين اليوم بسم الله الذي لا إله إلا هو إنه يراكم هو وقبيلوه من حيث لا ترونه مهم مهم ترجمة نانسي قنقر